طالب رئيس مفاوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي بوضع حد النزاع بين اسرائيل وحركة حماس الذي أصفر عن سقوط مئات القتلى من الجانبين ودعا فقي في بيان الطرفين إلى العودة من دون شروط مسبقة إلى طاولة المفاوضات لتطبيق مبدأ دولتين تعيشان جنبا إلى جنب كما طالب المجتمع الدولي وقوى العالم الرئيسية على وكه الخصوص إلى تحمل مسؤولياتها وأضاف البيان أنه يجب التذكير بأن حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية خصوصا تلك المرتبطة بدولة مستقلة وذات سيادة هو السبب الرئيسي للتوتر الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين